منتوى حتى للسبعة متى العشرية ساعد جدا بمرافقتكم وليد برحومة قدام الميكرو وماني بن نصر معنا في الاخراج يرافقنا محمد لحمر في الديجيتال تفرجوا فينا بالفيديو على الاشان يوتوب اكس بخسفام تعد هذا البرنامج وبعد شوية بشتعم بنا جولة في اخبار الاربع وشرين ساعة الاخيرة زيني بالباسطي هلو سهلا ولي هجربوا جمعة اليوم في اشتاك شنو عنا عودة على العدوان منذ اليوم الاول الى حدود اليوم واحد وثمانين اهلا وسهلا بك هجر مرحبا وليد اليوم رفقنا على ابتداد الساعة الاولى للتعليق على الاخبار عن الحزب الجمهوري وسام الصغيري اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا تحياتي وليد تحية لمتابعي ومستمعين كل شكر على قبول الدعوة اشعرنا اليوم نبدأ وليد برئيس الجمهورية لاستقبل البارح كامال الفقي وزير الداخلية واتناول اللقاء الوضع الامني العام في البلاد وركز رئيس الجمهورية على ضرورة تحمل المسؤولين في الجهات والمعتمديات فضلا على البلديات لمسؤوليتهم تجاه المواطنين في احسن الظروف وفي اسرع الاجال وان لا يبقى المسؤولون على اختلاف مراكزهم ينتظرون تعليمات بتقديم هذه الخدمة او تلك من السلطات المركزية وفي عديد الاحيان من رئيسة الجمهورية نفسها كما ازدى تعليمته بتكثيف الدوريات لمكفحة الجريمة بشتى انواحها والاحتكار احتكار عدد من المواد الغذائية ممن يريدون لا فقط الربح غير المشروع بل هم منخارطون مع جهات معلومة هدفها افتعال الازمات وتأجيج الاوضاع الاجتماعية وفق مورد في بلاغ صادر عن رئيسة الجمهورية نحكيه على تصريح من رئيس الجمهورية يقول لك تحمل المسؤولين في الجهات والمعتمديات والبلديات لمسؤولياتهم ويقول لك ما يقعدوش يستناهوا في السلطة المركزية وفي عديد الاحيان رئيسة الجمهورية الكلام جميل جدا وذا عنده يذور لي ترجمة اللي هي اسمها اللامركزية وكنا ماشيين فيها في الدستور اثنين وعشرين جاء فيها اسطر الحكم المحلي في تقديرك ويسام هل بهذا النهج اللي مشينا فيه من خلال الانتخابات محلية ومن ثم مجلس اقاليم ومن بعد مجلس جهوية ومن بعد مجلس اقاليم وجهات هل يمكن تكريس ما قعد يقول فيه رئيس الجمهورية من خلال هذه التجربة بالفعل والد هو قبل ما يكون التعليق للسياسي مباشر خلينا ننطلقوا في ننطلقوا بمناقشة المنطوق المنطوق معناه ثلاثة ملاحظات انا اخذيتهم في هالتدوينة هذي اللي صدرت في صفحة رئيس الجمهورية اولا ما فهم حتى انسان معناها ما ينجمش يستحسن القول بالتعجيل دعوة المسؤولين للتعجيل باتخاذ القرارات دون العودة المركزية من حيث معناها الصورة او الرسالة هي مسألة جد مطلوبة لكن بين المنطوق وما هو معمول به في الواقع ثم فرق بون شاسع وقت اللي نطلبهم المسؤولين انهم يدخلوا ويقوموا بمبادرات يسرعوا فيها بالاجراءات دون العودة المركز يلزم نوفروا لهم الاطر والقوانين والتشريعات وقت اللي القوانين والتشريعات تخلي كل مسؤول ما يتحملش مسؤوليته خوفا من المحاسبة وقتها ما عادش نجمو ما عادش امكانية التسريع بالاجراءات دون العودة المركز تكون خطاب وقت اللي نخلقوا مناخ قائم على التخوين ونخلقوا مناخ قائم على المعناها على معناها على الحدية وكي للاتهامات لكل فاعل او كل مسؤول ينجم يتباين او يتميز او يختلف في عنوين كبرى في توجهات وقتها المسؤول مش ولي خايف من خلق هذا المناخ خلقه قيل سعيد المناخ المحتقن في المشهد التونسي نتابعوا فيه في كل خطابات رئيس الجمهورية ما فماش خطاب اليوم كان نحلو حتى بمنطقة استقصائي خطابات رئيس الجمهورية من نجمو نكتشفو كان العنوان الابرز هو الكل يخون الكل الكل يكفر الكل يعني هو يكيل التهم للسياسيين لرجال اعمال للمسؤولين وشفنا عديد الاقالات هكذا تحدث برشة حديث في الكواريس كون عدد من الاقالات هي مش خاضعة لتقييم دقيق اللي بموجبه المسؤول مش هو متحمل الخطأ ولا التقصير ولا التراخي هل ما ناخذاش مش يخلق؟ كل مسؤول مش يرفض انه يأول ولا يرفض انه ياخذ المبادرة او يجتهد او يجتهد فهذا في النقطة الاولى النقطة الثانية اه دعال اعطا تعليمات بتكثيف الدوريات لمكافحة الجريم بو على مستوى المنطوق زادها حاجة ممتازة لكن شنية الاستراتيجيات اللي اخذاتها الدولة التونسية او المخططات او البرامج اللي بموجبها تقلص من الجريمة في الجريمة يعني وقت اللي نحكيه على دراسات واحصائيات راي تونس في الوسط المدرسي تحتل المرتبة الثانية عالميا على مستوى العمر في المدرس بين التلام ده بين الذكور في العالمة يعني شنية المخطط اللي عملته هل انه الخطاب كافي؟ هل انه الخطة او المشروع اللي فيه مقاربة امنية وحدها كافي باش يحدم الجريمة ولا يعني وقت اللي تغيب المشاريع والبرامج ووقت اللي يغيب فما معناها مسؤول كف يوضع المخططات الاستراتيجية ويكون عنده رؤية ومشروع قادر انه يحكم به تولي المقاربة الامنية والردعية وهذا مريناء غير المقاربة الامنية والردعية شنو ينجم يكون التصدي او مداوات او حتى ايجاد حلول لهذه الظاهرة من الجريمة او من العنف في المجتمع التونسي ثم مقاربة تعليمية مقاربة ثقافية مقاربة ادماجية مقاربة سجنية يعني العنف هو نتاج نتاج عدة حلقات وقت اللي تغيب الحلقات حلقات التكوين حلقات السياسة التعليمية حلقات البعد الثقافي حلقات المقاربة الردعية اللي تعتمدها الدولة في ادماج السجنة احنا السجون التونسية يخي تخرج في يخي هدفها الاصلاحي والعقابي وانا نشوف في وضعية المساجين واحنا اعتقالات سياسية للمساجين السياسين عصام الشابي وبقية المعتقلين في قضية ما يسمى بالتآمر ورات نعطاتنا الضوء على وضعية المساجين التونسية يعني هل انه السجون هذه في بلادنا قادرة انها تصلح الناس هذوما اللي قاموا بانحرافات او جيوزوا القانون وقال بالعكس هي خزان لتعميق حالة الغضب ورد الفعل اللي بموجبه تصير الجرائم وتصير غيره وقت اللي تغيب المقاربات الاخرى وتحضر المقاربة الردعية ما ينجم يكون كان الخطاب مصلت او يركز فقط على المقاربة الامنية من زاوية النقطة الثالثة الاحتكار مسألة الاحتكار والرفل غير المشدود كيف كيف كلنا توانسة معارضة واحزاب ومنظمات واعلاميين ومجتمع مدني ومواطنين عادين معناها مسألة الفساد ومسألة الاحتكار والمضاربة عنينا منها برشة وقد تكون العنوان الابرز في الثلاثة عام اللي مروا اللي توانسة يطالبوا بإيجاد حلول حلول للمشاكل هذه ما عملنا نحن ما نقولنا عصام الشاب وجوهر بن مبارك وغاز الشواشي متأمرين ومحتكرين تأمروا على أمن الدولة الغذائي الغذائي إلى الاحتكار كسبب من أسباب غيابها الموارد رأي مسؤولين أخرين ووزراء وتقارير تصدر بكون الدولة التونسية قلصت بنسبة كبيرة في استيراد المواد الاستهلاكية اللي بموجبها تفقدت الخبز ما عادش موجود القهوة ما عادش موجود السكر ما عادش موجود في تخوين الآخر وفي اختصار الأزمة في بعد في 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 المتعلق بالاحتكار أو المضاربة هذا خطاب ديماغوجي لمغلط الرأي العام والأزمة تعود أكثر معنا تتجاوز مسألة الاحتكار كسبب لغيابها المواد الاستهلاكية ما دون ذلك فالمنطوق على مستوى الشعار لا يختلف فيه اثنين لكن على مستوى الفعل والواقع هو أعمق من هكذا تصريحات تأتينا من صفحة رئيس الجمهورية في غياب اتصال حقيقي ومباشر مع الصحفيين والإعلاميين وفي هذا التبخيص لدور الإعلام التونسي ونظرة دونية من قبل رئيس الجمهورية للإعلام الوطني في الأيام القليلة الماضية كنت في في أحدى الجهات الحدودية في الجنوب التونسي ما فهماش ندرى في حتى شيء على فكرة كل شيء متوفر كل البضايع متوفرة بأثمان حتى في بعض الأحيان أقل بيسر من اللي موجود في تونس أكيد تفهموا اللي بما أني منطقة حدودية فأنه المواد اللي موجودة مهيش تونسية حكي وبالتالي هذه المواد موجودة في تونس أو في دول أخرى مجاورة لنا لقينا الفارينا والسكر والروز والقهوة والبنان واللي تحب إنتي لا خلنا تفقوا ساعة في التزاير موجودين هذوم هاي ايه شبي تزاير لقاتهم وإحنا ليه علاش علاش تزاير عندما ما فيهاش مضاربين وإحنا عنا مضاربين بالضبط علاشي بدون النظر لا يمينا ولا يسارا لمن ينتقدها أو لمن يريد وضع الاصبع على الداء وبالتالي نتواجه في كل تدخل اعلامي أو في كل حضور في وسيلة من وسائل الاعلام نحاول كوني نوجه خطابي ونوجه كلامي للتوانس إذا إذا هالخطابات هذه مش تواصل في تخميرة تواصل في محاولة وضع غشاوة أمام أعيننا فهنا نحكو في وسائل الاعلام وهنا نشير بالاصبع للفرقات الكبرى بين الخطابات والواقع وما يسمعنا حد إذا ثم عقل وإذا ثم فكر وإذا ثم ذواتات تونسية مواطنين يفكروا في النجم ونقولوه وإحنا أقل ليه مثالش حتى نقوله أقل مثالش نطلبهم أنهم يسمعوا ويحاولوا يفكوا الكلام اللي نحكيه فيه وينظروا الواقع هم اللي عيشوا فيه أنا هذا أهم تركيزي أو مغلب تركيزي في الأعلام للتونسة أنهم ينظروا للواقع بعينيهم مش بقلبهم لأنه القلب ساعاتي غلط والعينين والمخ ساعات يوررونها على الواقع العواطف وحدها راي العاطفة تخدر والتخدير ذيك الله قدرت نجم تهزنا لمنزلقات خطيرة اللي ما نحبوهاش ما نحبوش موصولها فالقول بكون المضاربة والاحتكار هي سبب الأزمة اللي تمر بها البلاد في فقدان المواد الاستهلاكية وفي ارتفاع الأسعار وفي أزمة معناها المالية العمومية راه مغالطة كبيرة ياسر قد ترتقي للجريمة إذا تتواصل وتكون أثارها كبيرة ياسر شفناها في قوانين المالية وكان نمشو بالتفصيل تونشوفوا الثغرات الكبيرة اللي تخسرنا في ألف المليارات كل عام باعتبار كون مجرد قراءة خاطئة لقانون لنسبة النمو راه يتخسرنا في مئة المليارات راه عمناول 0.9 وصلنا نسبة نمو وهو ما اعطاونا في قانون المالية 23 و 1.8 راه 0.9 تسعة هيخسرنا ألف مليار في القانون المالية التكملية إذا باش نواصلوا بالأسلوب هذا متاع المخاتلة كل مرة باش نخدمه كل عطار البلاد كله نهاره نهاره راه اختر على البلاد واختر على شعب واختر على الاستقرار وعى السلم الأهلية المقاربة الأمنية جديش مش تريزيستي جديش مش تشد جديش مش تعطل الانفجار ما نعرفوش نتمنوا انه ما يصيرش الانفجار لأنه استقرار البلاد راه هو يهم كل تونسي مهما كان الموقع اللي هو فيه لكن اللي قدر كانت تتواصل وتتعمق هالأزمة ونضيفه لهذا بكون نسبة انعدام الثقة في مؤسسات الدولة راي جاوزت سبعين بالمئة وإحصائيات هذية رسمية را وقت اللي جي انتي تخدم والله بالتحديد في المسح الوطني للشباب نسبة فقدان الثقة للشباب في مؤسسات الدولة فما مؤسسات أو فما وزارات مجالات النسبة جاوزت ثمانين بالمئة وفما مجالات اخرى في الخمسين ستين عموما في حدود سبع وستين بالمئة فقدان الثقة هالجيل اليوم جيل الشباب سبع وستين بالمئة فقدان الثقة في مؤسسات الدولة يعني انتي ما عندكش الجيل الشباب اللي هو يمثل اكثر من خمسين بالمئة من المجتمع التونسي اليوم اكثر من خمسين بالمئة مرة مقال من خمسة وثلاثين عام اذا الجيل هذا ما عندوش ثقة في مؤسسات الدولة على أنا إصلاح وعلى أنا مخططات وعلى أنا نمو وعلى أنا سلم أهليا نجم ونحكو فيه وقت اللي الثقة هذه منعدمة مع الفاعل في الدولة التونسية ومع اللي قرر في الدولة التونسية وحنا نحكيه على أصحاب القرار موضوع اللقاء كان سيادة الدولة في الخارج واستقلال القرار الوطني هو اللقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجي البرح رئيس الجمهورية بعد استقبله لوزير الداخلية استقبل وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار حيث شدد على ثوابت السياسة الخارجية التونسية وعلى استقلال القرار الوطني وأوضح أن سيادة الدولة في الخارج هي من سيادة الشعب في الداخل وعلى سعيد آخر دعا وزير شؤون الخارجية إلى تكثيف العمل الدبلوماسي في كافة المحافل الدولية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف هذا العدوان الهمجي الصهيوني عليه أكد موقف تونس الثابت من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة ومستقلة كاملة السيادة في كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف فمزوز مواضيع في اللقاء هذا موضوع يظهر لي القضية الفلسطينية يبدو لي متفقين التونس كل والجميع ثمن الموقف التونسي منذ بداية العدوان وإلى يوم الناسي هذا يظهر لي هذا يمتفقين فيه حكيت التطبيع قانون التطبيع وعدونا في مجلس النواب بكونوا يكملوا يناقشوا قانون المالية وم بعد نرجعوا نحطوا على الطاولة قانون قانون تجريم التطبيع للمصادقة عليه سؤالي بعد ما بدأت مناقشته والمصادقة على زوز من الفصول تم تعليقه وقيل وتم التصريح رسميا من قبل رئيس مجلس النواب الشعب بكون العودة لمواصلة مناقشة قانون تجريم التطبيع إثر الانتهاء من مناقشة قانون المالية حنا كملنا مشروع قانون المالية عنا مدة منذ عشرة ديسمبر أنا سؤالي للنواب إذا هما عندهم سلطة ويفندوا ما يقال ضدهم من قبل المعارضة بكونهم غرفة احتياطية موضوعة وقرارها وسلطتها وتأثيرها محدود في السياسات العامة وفي التشريعات وفي السياق السياسي العام لتمر به البلاد إن كان قولي هذا غالط فنتمنى أنهم يناقشوني وعليش ما حطوش على الطاولة العودة لمناقشة قانون تجريم التطبيع يعني الخطاب جميل من جديد والأفعال والتشريعات والقرارات والمخططات محدودة باش ما نقولوش منعد هذا في علاقة بتجريم التطبيع وفي علاقة بالموقف من القضية الفلسطينية سيادة الوطنية السيادة الوطنية ميش خطاب رأي وما هيش شعار وما هيش مقولة رومانسية تروج في الخطابات هي إجراءات وقرارات أنا نسأل سؤال ونسألو المستمعين سمعوش كلمة أو رد فعل من قبل مسؤول من مسؤولي الدولة بعد الاجتماع اللي حصل مدة أسبوع أو عشرة أيام بين جورجي ملوني ورئيس الوزراء البريطاني اللي قروا وصحوا اتفاقية على واتفقوا على إعادة المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء مش من بلدان هما اللي عالقين في تونس اللي في تونس هما هما معناها مسؤول لول في بريطانيا وفي إيطاليا عملوا اتفاق اجتمعوا عملوا اتفاق باش المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء اللي موجودين على الحدود التونسي اللي موجودين في الأراضي التونسية باش يصفروهم ويرجعوهم البلدان هم في إفريقيا جنوب الصحراء سمعتش مسؤول من الدولة التونسية تكلم ورد فعل أنا الحقيقة ما سمعتش إذا تم إنسان سمع ينجم نعتذر منه ونعتبر أنه تأويلي أو قراءتي للموضوع خاطئ نرجع ونركز على كون السيادة الوطنية اللي تخدم اللي هي النقد اللي يجي من الخارج للسلطة التنفيذية أو للرئاسة الجمهورية راهو أذاك يعتبره تدخل في شأن خارجي واللي يساند أو يدعم أو ينساق في توجهاتها فهي مرحب بها السيادة الوطنية رأي كلهم لا يتجزع لا نتعامل مع هكذا مبادئ وخطوط عريضة كبرى نتعامل معها بمكيالين فنعود ونذكر بكون المنطوق في وات والممارسة في واد آخر شكرا لك ويسام بش نوصلوا مع قراءتنا للأخبار ونرجعوا للانتخابات المحلية في دورها الأول رئيس الهيئة العودية المستقلة للانتخابات فاروق أبو عسكر أعلن البارة عن النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات المحلية واللي يجرى تصويت عليها نهار لحد حيث بلغ عدد المشاركين مليون واربعة وسبعين الف وثمانية وثمانين ناخب من جملة الناخبين في سجل الانتخابي البلغ عددهم تسعة ملاين وثمانين الف وثمانية وسبعة وثمانين ناخب بنسبة حديش فاصل أربعة وثمانين بالمئة أكد بو عسكر أنه المرتبة الأولى لولاية سليانة في نسب الأقبال بواحد وعشرين فاصل ثم وخمسين بالمئة ثم زغوان بواحد وثمانية وستين بالمئة وبلغ عدد الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني سبعمية وثمانين دائرة في حين حسمت ألف وثمانية 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 دائرة انتخابية الفئزين فيها بالنسبة للانتخابات المباشرة قد أفضت العملية إلى المعطيات العامة التالية عدد المسجلين 9,8,987 عدد الذين قاموا بالتصويت 1,074,880 ناخب عدد الأصوات المصرح بها 1,27,116 عدد دورك تصويت البيضاء 1,333 عدد دورك تصويت الملغات 3,378 نسبة الأقبال الأنيائية للدور الأول 11.84 بعض المعطيات حول أكبر الولايات من حيث نسب الأقبال المرتبة الأولى لولاية سليانة بنسبة أقبال 21.58% كنت تسمع في الأرقام 1.74.880 ناخب تحولوا للسناديق الاقتراع ولمراكز الاقتراع من جملة 9.80.987 ناخب النسبة هي 1.84% في تقديرك وإحنا في نهاية هذا الدور الأول في انتظار الدور الثاني من هذه الانتخابات المحلية ماذا سيبقى من هذا الدور على الأقل في الانتخابات المحلية ويسام صغيري شوف أنا الساعة هو تعرف أنت سيوليد أن الصحافة قادرة أنها حاجة وتبخص حاجة لكن نحبه نعرفه نطرزه نعرفه نصيغه آآ نعرفه كيفاش نسوقه دي سكورة وقت اللي آآ سي فاروق بوعسكر أكد على أنه المرتبة الأولى لولاية سليانة في نسبة الاقبال والمرتبة الثانية في ولاية زغوان وعطان نسبة اللي هي واحدة وعشرين فاصلات تمانية وخمسين بالمئة وعشرين فاصلات تمانية وستين في المئة هذا توجه باش يضخم عليش ماعطاناش المرتبة الاخرى واقبل اللخرة جديش جيبه باش يكون هكاكا الاناليز والتحليل متزن لأنه في السياسة الاتصالية قادرين نضخموا الأشياء وقدرين أننا نطيحوا الأشياء والاعتدال والوضوح يقتضي بالضرورة اعتدال في طرح أحل أعلى نسبة وأقل نسبة هنا سقطة معناه أعلى نسبة وهي نسب في الأخير شنو بش يبقى مش يبقى كون حداش فاصل أربعة وثمانين بالمئة وبش يبقى كون صار فين سبعة ورمعين مليار على الانتخابات هذه في أزمة تمر بها البلاد وبش يبقى كون خطاب الشعب يريد أصبح محل آآ آآ معناها شك باش ما نمشوش للحسم لأنه وليت تربطنا علاقة حميمية مع نسبة احداش بالمئة في زوز محطات انتخابية وما ننسوش كون للأسف ما طيحناش الرقم القياسي في أقل نسبة في العالم في تاريخ الانتخابات واللي صارت في الجميك ثمانية بالمئة يعني آآ لحقيقة نتائج من نجموش نحلوها بالعقل والمنطق لأنه كان ندخلوا في المنطق تو نقولوا ما لم يقوله مالك في الخمر معناها نقولوا فيها بكون مهزلة بكونوا مشينا في تسويق وحملات وتسخير مدخرة الدولة وآآ آآ ما أنا نعرف عندي معطيات واتصلت بعدد كبير من الأصدقاء ومن الناس اللي تسخير الدولة والمرفق العام والسيارات والإدارات ودوائر شؤون سياسية في الولايات تخدم ليل ونهار سبت وحد والناس ما خلوهمش يدخلو في كونجيهات في كل الجيهات وتكليف منسقين على كل دائرة انتخابية يشبوتي هو آآ آآ معناها العملية الانتخابية حتى تكون سلطه او مكانته في موقع متقدم على هيئة الانتخابات وفي اللخرش نجيبه نجيبه وحداش فاصل المنطق والعقل والإنسان الراشد ما عادش ما زال ما عادش ينجم يصدق ما قلت شعب يريد اولا ثانيا آآ ما نيشبش نتواجه هكلامي لهاية الانتخابات لانها دورها التقني بامتياز يكفي فقط انه نمشو الانتخابات ما فيهاش قانون السياسي معناها انا سؤالي للمواطن التونسي وحتى المترشحين زادة ما نيش نحكي عن نخبة هل انه طوى اللي اللي يربح في الانتخابات ما تدور الاول في المجالس المحلية وهم 1348 يعرفوا آآ شنو دورهم مقارنة برئيس البلدية او عضوه المجلس البلدي اللي مش تصير في الافق يعرفوا ما هي الجماعات محلية كلها شنو الفرق بين آآ مترشح على المجالس المحلية ومترشح على المجالس البلدي يعني انسان داخل العملية الانتخابية ومش عارف روحه شنو بش يعمل غدو اكثرش من هكذا مهزلة تحصل في الواقع اللي نعيشوا فيه دوك رباحه ما ما يعرفش شنو رباح ش رباح؟ رباح آآ معناها كرهبة رباح كعب عظم رباح تركتور والله ماني عارف اذا ثم انسان مترشح عارف يقول لي مانيش نحكي عالتونسي اللي انا متأكت اني نتبع ونقرأ ونطلع عندي مدة وصدقني لم امسك الخيط النابط في الوسط كين وين الاختلاف التبايد وكيفاش الم بعد مجالس الاقالين ومن بعد الغرفة الثانية وسؤالي هل انه الغرفة الثانية تحددها الغرفة الاولى بتنجم يكون هو نظام سياسي قايم على الغرفتين اما راهو كل الغرفة عندها سروحياتها بقانو هذا زادة سيضبط ايه سيضبط لم يصدر بعد هذا القانو ايه معناها الانو منطقي انا نعتقد كونه مش منطقي في الاخير اه انا انا نعتبر كون هذي اه تحيلنا او تدفعنا للتحليل الاخر مش التحليل العقلاني والتحليل اللي مبني عالديالكتيك عالجدل وعالعلم وعال مش يحيلني على رمزية رقم احداش وانا نبحث في الاحدياش خطر ما ما لحقيقة صدقني ومجوري قول معناها ب بمنطق النكتة لانو في علم الاجتماع روى في الازمات والمحن والاعصير والحروب والمجاعات ومعناها تولي النكتة والظمار هو الاسلوب باش تعالج الازمات فانا رجعت نبحث على رمزية رقم احداش عنده برشة رمزيات احدى الرمزيات والدلالات بكون اه اه الرقم هذا عنده دلالة رمزية بالخبرات غير العادي كرؤية الظواهر وسماع الاسوات الغريبة ورؤية الاحداث في المستقبل واحيلة ووربط بسهم ثمين اه رمز للطاقة الغير عادية للغاية رقم احداش هو واحد من اكثر الارقام الروحية فهو بمثابة الرابط الى العوالم غير المرئية اثلاثة ارتباط هذا الرقم بالخيانة والجراءة لقيت احسن وسيلة باش نحلل بها هاله هالدراما اه كون نمشي للروحانيات والميتافيزيقيا وعلم الفلك وعلم الدر وشا وتشا واذ فماش ما نعالج نفسي ونعالج المستمع من اه هكذا خيبات نسقطه فيها واصبحت حتمية علينا نتعامله معها في الواقع. شكرا لي. سدعوه سي شاس مكامل المغرب يروني خزوراي وفي مثل الانتخابات. ولا ليلة عبداللطيفة محبش يسمعني. ايه بشتاعمل برس. شكرا ليسامل اصغيري اه كذلك هجر ابو جمع نوصلوا بعد شوية في قراءتنا للاخبار قبل هذائي عناوين النشرة المفصلة اللي بش نسمعوها بعد ساعة من الان مع سهيلة السمعين. اشتركوا في القناة 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 من من هال هالايقافات اه ويسان. اي ولي تشوف انا لحقيقة مهما كان راوه وقت للدافع على مبادئ. حتى لو كان انه الشخص المعني بالاحديث اه حوله والموضوع اللي تناوله اللي نجم يكون خصمك السياسي. وقلا اللي نجم تكون عندك تحفظات عليه لأسباب اه يطول شرحها. ركا يتكون صاحب اه موقف مبدئية ما تكونش. يعني كان جي طوى تناقشني سياسيا على سياسة عبير موسي والحزب الحر وتاريخ عبير موسي سياسيا من حيث الاختلاف مع الديمقراطيين من قبل الفين وحداش طوى يكون موقفي منها اه اه راديكال. من اللي اه اه كانت تتمثلوا من رمزية للديكتاتورية والاستبداد في عاد بن علي. اما الانسان المبدئي وقت الدافع على قيمه مبادئ را يميش على كارت. يعني اعتقال عبير موسي. كيف وكيف الاعتقالات السياسية في قضايا التأمر. العنصر اللي يجمع بنات هذا من كل انه طريقة التعامل للنيابة العمومية مع الملفات السياسية هذه. ما يدفع للقول بكون عبير موسي اعتقالها اعتقال سياسي. اه هي اه اعتماد الصمت من قبل النيابة العمومية في التعامل معها الملف. يعني نفس الشيء كما عصام الشابي وبقية المعتقلين في قضية التآمر كلفه خبير. والخبير يعني اه خرج تقرير. يبدو انه لم يرق لنيابة العمومية. كلفه خبير اخر لمزيد تعميق البحث والبحث في تفاصيل اخرى. عشرة شهور ونصف. حتى اه اه عصام الشابي ما يخرش للتحقيق. موجود في السجن. اه ما حقوش معه. مرة بركة يحقه مع خيام التركي في العشرة شهور ونصف. والخبير في اعتقادي عشرة شهور كافين. لتقديم تقرير مفصل. اه تقني وعلمي واستقصائي حول اه اه وجود جريمة من عدمها. لحد هذه لحظة مثلا حتى شيء. نفس الشيء يتم التعامل به مع عابير موسي. انه الخبير يكمل الشهر الثاني نهار جمع. وسنتابع طور جديد من اه اطوار المماطلة واتوار التعامل مع الملفات هذه. اللي هي التعامل معقد ولا يخلو من خلفيته السياسية اللي تم اعتماد اه السجن والاعتقال و اه اه قمع الحرية اه كوسيلة لآ التنافس السياسي ومواجهة المعارضين لمنظوم القيس سعيد. اه 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 من انك ذكرت اه العشرة شهر ونص هذي في علاقة بي قضية التآمر على امن الدول. تآمر على التآمر مش في قضية عابير موسي اللي قاعدين نحكيه عليها توا. اه تتوقع كونه اه عابير موسي سيتم الافراج اه عليها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية حسب تقديرك? والله انا اه شوف وليد هو السياسة وقتاش تولي الامور اه خايبة والامور صعيبة. والامور معناها اه غير قابلة للتكاهن. للتكاهن. وقت اللي تغيب اه اشكال التحليل العقلانية والموضوعية في استشراف الافق وفي التعامل مع التطورات السياسية. يعني الاحداث اللي نعيشوا على واقعهم عامين. يخلوا ملكة الاستشراف تسقط. معادش تنجم معادش تنجم تتوقع شنوه باش يسير. باعتبار انه نعيشوا في حالة متع فوضة سياسية. اه ما تعرفش اه اشنوه يسير في اجهزة الدولة. اه سبل تسيير اه المرفق العام. سبل التعامل مع التطورات السياسية ومع الاحداث. اه اه غياب المعلومة. اه رفض التعامل مع الاعلام وتبخيس الاعلام. اه اه وهذا الكل شنوه يخليك ما عادش تنجم تستشرف. المنظومة هذي اه اه معناها ما فيهاش نجم تهزك اه اه تأويلي هزك الاستخلاصات. مش نرجو نحكيه على السادة النواب اه موضوع كبير وملف اه قديم وجديد وفيه تطورات. نرجو له بعد فصل قسير. موصير معكم في اه لوماج اكس بريس حاضر معنا وسام الصغيري يحلل على الصغيري سمحني اه وسام. اه يحلل في ويقدم في قراءة للاخبار. اه اه جدد لك التحية وسام. اه اه نحكيه على الاساذ ذا النواب وتحرك قادم. المنظف الوطني في الاساذ ذا النواب ملك العياري يعلن عن اعتزام هم القيام بمسيرة على الاقدام من المندوبية الجهوية للتربية فاتجاه القصر الرئاسي بداية الاسبوع القادم. وقال ملك العياري في تصريح المزاكة. فمن التحركات هذي جاءت بعد استفاء كافة اشكال الحوار مع وزارة التربية وكانت التنسيقية قد وجهت عدة عرائل لحل حالة ملف النواب طالب فيها الاعوان المتعقدين في اتار سد الشغورات بالمدارس الاعتدية والمعاهد الثانوية بتحديد رؤية واضحة للقطع مع التشغيل الهش وتسوية وضعيتهم على الدفعات عبر مرسوم رئاسي خصوصا امام تقدم جزء كبير منهم في العمر وتحول ملفهم الى ملف اجتماعي بامتياز. موضوع قديم جديد في كل العودة مدرسية نحكيه على الموضوع هذي اه في السنوات الاخيرة اصبحنا ما نحكيهش على الاساذ النواب كان في العودة المدرسية لانه اصبح تقريبا خبز يومي حتى اه اثناء السنة الدراسية اه يتم التطرق لهالوضعيات اللي في اغلبها وضعيات اجتماعية صعبة جدا ويجدوا انفسهم قدام ضرورة التصعيد للاسف باشي وصلوا صوته. به. انا هذا وليدي حيلني القانون ثمانية وثلاثين في الفين وعشرين. اه. اه. علاقة بتشغيل من طالت بطالتهم العشرة سنوات. وقتها شنية اجابة اه السيد قيل سعيد. قيلهم هذا بيع الاحلاء. بالرغم انه اعتمد شعار المعطلين ومن طالت بطالتهم اه كعنوان رئيسي في حملته الانتخابي. واتذكر جيدا مواقف اه قيل سعيد وقت اللي كان مرشح لرئاس الجمهورية. ثم اه اه صرح بكونه اه هالمشروع القانون هذا بيع احلام. يعني انا لحقيقة اه اشتغلت شوية على ملف اه هدايا طيلة فترات في مجالات اخرى معناه. واناكد لك بكون مش معاناة. يعني اه اه الظلم عنوانه الظلم بامتياز. تعرف علاش? لانه الدولة هذي اللي هي اه تمنع اصحاب الشركات الخاصة والقطاع الخاص من انه. تشغيل الهش. يعتمد التشغيل معنا يدعو الى القضاء على التشغيل الهش في القطاع الخاص. شو معناها هذو ما الاساذ النوعب? توأ انتي كوزارة قيمت الشغور مثلا بالف استاذ في العودة المدرسية. اه اه ما تنتدبش. وفي المقابلة تخدمهم من غير ضمانات ومن غير اه اه سين ار بي اس ومن غير اه اه انهم اه يجيهم اه شهريتهم كل راس شهر كما بقيت الاساذ. وفي المقابل اه تخدمهم اه تشغيل هش. وانتي تطلب من القطاع الخاص انه يكف على تشغيل هش. اكثرش من هذا الظلم. وحيف وتعامل بميكيالين. يعني وقت اللي انتي تطالب القطاع الخاص بش اه بش ينهي التشغيل باشكال اه هشة. وما تضمنش حقوق العمال والاجراء. تبقوا على روحك انتي. كوزار التربية. اثنين. وقت وزير التربية يقوم باجراءات واتفاقات. فالمنطق والمسئولية تقتضي تطبيق هكذا اتفاقات تم ابرامها. اما اليوم تعمل اتفاق وبعد اشهر تتراجع الاتفاق بحجة ضعف موارد الدولة. يعني موارد الدولة ميسالش نصرفوها سبعة واربعين مليار في الحملة الانتخابية اللي هي اعطتنا النسبة اه اه مضحكة كمشاركة. وعدم اهتمام واسع من قبل اه اغلبية الشعب التونسي بهذا الحدث. اما اساذة تخدم فيهم وتخلص فيهم تحت الحيط. يعانوا يبقوا يبقوا بالاشهر ما يخلصوش ويتسلفوا ويتنقلوا ويسكنوا في بلاس اخرى وياخذوا مصاريف متاع كراه ومتاع مصاريفهم اليومية من والديهم ولا من اقربائهم وترفض انك تخدموا بشكل قانوني وفي المقابل بعد ما تتفق معاها على اشكال متاع تسوية على دفوعات تتراجع الاشكال هاد. اكثر من هذا ظلم ومن هذا اه حيف ما ثم حتى عنوان اخر ينجم يعبر على حالة هالملف هزايا اللي هو ملف ينم على اه عدم الجدية في التعامل مع الملفات الاجتماعية العالقة في البلاد وهنا نحطوا الشعارات اللي تتغنى بالدفاع على المتهدين واصحاب الحق وطبقات الضعيفة والناس اللي طالت اه معاناتهم اه نخرجوا المنطوق واللي يقال ويروج في الخطابات ونحاولوا ننزلوه على ارض الواقع. نكتشفوا بكون كل ما يروج اه اه من خطابات السلطة التنفيذية في دفاعها على الطبقات الضعيفة والاقل حظ هو لا يتعدى الشعار الديماغوجي ولا اه اه نجد له اي اثر في واقع السياسات والقرارات والمخططات اللي اه بمجرد وضحها امام امتحانات حقيقية في ملفات بعينها نكتشفوا زيفها وحدودها وتناقضها مع المنطوق. الخلاصة من كل هذا وليد باش ما خطر ملفات برشة والمجالات اللي تنجم تحيلنا على حاجات ملموسة برشة. انا نعرفه فحواه وتفاصيله عند غالبيت الفاعلين قتل الاجسام الوسيطة نسبة عزوف اه غير سابقة اه نسبة اه اه مناخ قائم على التخوين اه ازمة اقتصادية ومالية اه نسف الاجسام الوسيطة في اطار مخطط مشروع اه اه البناء الجديد او البناء القاعدة وكل واحد وفاش يتمثل هل هل حاجات هذية حتى اه مسؤولين في الدولة ما زالوا ما ما فكوش شفاراتها اه اه وين ماشين ماشين للمجهول ماشين اه لمزيد تعمق الازمة في افق انه انه خب السياسية وانه خب اه اه التونسية تحط نقطة لهالة لحالة الارتباك والبهتة وتنهض منصوباتها من اجل وضع مخططات وبرامج للتصدي لهذا الانهيار اللي تعصف فيه تونس. نختمون اكت بكون بالاضافة لكل معناها الفغرات والحلقات هذية اللي هي بلومتاحها سلبي. اه ثم ناس رهم في السجن رهم همهم وذنبهم الوحيد انه مواقفهم اه ما خفوش وانهم دافوا على مواقفهم بكل مبدئية اه وانهم تاريخهم في الفعل والنضال والدفاع على القضايا الوطنية مش منطوة. مش بعد الفين واحداش وقت اللي خرجتنا برسا برشا اه معناها اليوم صناع قرار في الدولة اللي ما كناش نسمع لهم ولا صوت ولا كانت عندهم الجرأة بشكل ببيانات. فما ناس اخرى تصدت للاستبداد وقدمت روحها معناها اه للغطر وعرضت نفسها لكل ما يمكن انه اه يحد من 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 رفاهية العيش. اليوم الناس هذية ذنبها اه بش نحاسبوها نحاسبوها بالسجن. هنا نحب نقدم تحية للمعتقلين السياسين في قضية تآمر ما يسمى بالتآمر على امن الدولة ونحب نقدم بالتحية للرفيق الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي اللي عنده عشرة شهور ونصف السجن. ما استجوبوهش. ما حقوش معاه. ما نادلوش بش يبحثوا معاه على تفاصيل التهمة اللي 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 نسبه هالو اه انظيف بكونه حتى الاتهامات اللي موجودة في بحث البداية اتهامات فارغة وما عندها حتى علاقة بالواقع وانا متأكد انه باش يخرج عصام الشابي. عصام الشابي اليوم حتى باتصال بكري مع عائلته وزارته نفسيته معناها اه اه في احسن اه اه وضعية اه مقتنعة بكونه صاحب حق اه يدعو في رفاقه ويدعو في الديمقراطيين ويدعو في اه في 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 اه معناها اطرابه من الفاعلين في الحركة الديمقراطية انهم عدم اه اه رضوخ وعدم التسليم للواقع اللي نعيشوا فيه ويشدنا فيها زيمنا ويعطي فينا في رسائل المسجن بهكذا عقلية وعقيدة اه وطنية قادرين انه نحدوا من الازمات ومن الاثار السلبية اللي نعيشوا على واقعها وقدرين انه نخرجوا من هال من هالحالة الارتباك والوهن اللي تمر بها البلاد في افق ارحب لتونس وشعبها. بحي. انا حبيت نرجع لموضوع الاسات ذا النواب. ومن من بداية النقاش في الموضوع فما فما اه مشروعية فما شرعية لهذه المطالة بالنسبة الاسات ذا النواب. في الجنب المقابل الدولة تقول لك انا اليوم ما عنديش مش ننتدب. ما النجمش ننتدب. فهالا هالمعادلة هذي اللي اه كل طرف فيها في النقيض. اه وين تنجم تكون نقطة تلاقي ويسام. فما حل لمشكلة ازمة الاسات ذا النواب مثلا. انا نعتقد اذا كان ثم ارادة سياسية روح حل ممكن ووجيه. كيف? اه احنا عملنا لجنة الصلح الجزائي. الوين هزيناهم حبينا بينكوه هي النتائج متاح الطاوة محدودة. محدودة. لكن في عوض اه نعملوا مشاريع تنموية متاع الجمعيات الاهلية. كان الاشدر انه. شركات الاهلية. شركات الاشدر انه الامكانيات ان توفرت. لانه طوة ولينا اللقافات وهاي الناس تحط في مض هاي ثمانتاشن مليار هاي عشرين مليار هاي ثلاثمائة مليار ناس سمعوا بها. انصحها هكذا اخبار في علاقة بالاملاكة بالا بالا باللجنة الصلح الجزائي. كان الاشدر انها تخصص للتشغيل الهش واحدى الاركان الكبرى للتشغيل الهش هي الاساذ النواب والمعالمين النواب. لانه مناس هذوما اه بعناهم وهم بكون المصعد الاجتماعي عند يحصل عبر الجامعة عبر التعليم. بعد ما تخرجوا قلنا لهم رأي الدولة اه لا وتخرجوا اساذ معالمين. واضح معناها اه اه حدود القطاع الخاص في تشغيل هؤلاء ونعرفوا انه هالمؤسسات الخاصة للتعليم في المناطق الداخلية والارياف رأي محدودة معناه. و اه حتى عددها في المدن الكبرى محدود. يعني هالناس هذي كتتخرج تقوله برا تصرف الدولة ميش مطالبة انها باش تخدمه. باي اوكي. ميش مطالبة باش تخدمني. لكن الدولة مطالبة انها توفر مناخ. وتوفر وعاء قادر انه يستوعب هالالاف متاع الخريجين. بعد تخدمهم انتي كدولة. تقولهم يجاوني قدموا مطالبكم ويجوا وخدموا. اساد ذا نواب لانه اه ثم شغور في المؤسسات. انتي حشت كبير. حشت كبير. حشت كبير. والدولة تروجي في خطاب. يا قطاع خاص ما تخدميش تشغيل هش. وانتي تستقطب فيهم باش تخدمهم تشغيل هش في افق انك تسوي لهم وضعياتهم. واللي هو حقهم الناس ديك انها يتم ادماجهم في اه التشغيل القانوني. ثم تعمل اتفاقات وتتراجع على اتفاقات هذه. يعني انا في اعتقادي. الحل اخلاقيا وقيميا. اه يلزم الناس هذه يتضع لهم حل وسريع. وسياسيا وقانونيا الدولة تخرق القانون. به. الدولة تخرق القانون باعتبارها انها تكرس في التشغيل الهش اللي هي تجرمه على القطاع الخاص. اخبار انا اعلقوا عليه بسرعة لانه ما فاماش ما يكفي من المعطيات حول اخبار هذي. هو استدعاء زيد الهاني حالا للمثول امام فرقة اه لعوينة. اه الاخبار اه كان اه اه اكدو المحامي عياشي الهمامي اه لزملائنا في موزايكة فام كونه اه اليوم الخميس ثمانية وعشرين ديسمبر الفين وتلاثة وعشرين تم استدعاء اه منوبو الصحفي زيد الهاني للمثول امام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني باللعوينة بوصفه ذي شبهة. اه و اه ما فاماش اه الى حد الان اه اي وضوح حول اسباب هذا الاستدعاء لاسباب ما زالت غير معلومة. انا نحب نتقدم ونتوجه بالتحية للصحفي زياد الهاني. لانه هذي من عرشة الاستدعاء رقم جاوز الخامس ولا السادس ولا السابع. يعني زياد اه لا تحصل ولا تعد. كل شهر لجمي. مش كان في في هذا النظام فقط وانما حتى في مع انظمة سبق. فلا الوطيرة بعد خمسة وعشرين جولي الفين واحدة وعشرين الوطيرة ولت اسرع معناها ولت بشكل اسرع. فتحية ليه هو من هنا اللي انتخرج الاسباب. النجم كان نعبر على تضامني مع زياد الهاني. في انتظار اه تفاصيل اكثر على اسباب الاستدعاء. نظم وصوتنا بتبعى لصوتك في التضامن مع كل الاصوات الحرة في اه وهذا وهذا كان يعطينا الصورة بذيئة للمرسوم اربع وخمسين. كل شكر ليك اه ويسام الصغيري عن الحزب الجمهوري كنت معنا في اه قراءة وتعليق على اخبار الاربع وعشرين ساعة الاخيرة. شكرا لك زينب الباصتي مواصلين بعد اه بعد شوية واحدة وثمانين يوم من العدوان هذا موضوع هشتغ مع هجر بجمع.